احبائي في الله من السنة ايضا الدعاء بالصائم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل صائم دعوة مستجابة طبعا في رواية عند فطره عند فطره لا تصح وانما الصواب استجابة الدعاء بشكل مطلق اثناء الصيام تكافى باستجابة الدعاء وبعض الناس يحصر الدعاء للصائم متى عند الافطار فهذا لا يثبت ولا يصح طبعا بالنسبة للذكر ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا متى يقال قبل الافطار ام بعد يحتمل الامران والامر مسكوت عنه فبالتالي يجوز في اي حالة كانت ذهب الضمأ اي حان موعد ذهب الضمأ او ذهب الضمأ بعدما شربت وابتلت العروق وهنا اخواني في الله ينبغي لك ان تفهم من هذا الحديث معنى وهو ان الشيطان يجرل من ادم مجرى الدم فمعنى ذلك ان الطعام والشراب يعين الشيطان عليك انتبه